يفتح حبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام من قبل وزارة الاتصالات في حكومة السوداني الباب للحديث عن الأمن السيبراني ومدى فاعليته في العراق عقب تسريب قواعد بيانات ضخمة لملايين العراقيين وأخرى تحتوي على معلومات حساسة لمختلف المؤسسات الحكومية وبذريعة حماية الأمن القومي تم حجب التطبيق عن المستخدمين بدلا من معالجة المشكلة التي تتلخص بعجز الحكومة عن السيطرة الأمنية ومنع التسريبات الخطيرة التي حصلت وشكلت واحدة من أكبر فضائح الأمن في البلاد قرار قوبل برفض شعبي واسع وعده ناشطون ذريعة لتقييد الحريات عدة منصات تقنية مختصة بتكنولوجيا المعلومات أكدت أن سياسة الحجب والمنع الحكومية ليست الحل لكون التكنولوجيا تطورت كثيراً ولا يمكن مواجهتها بطرق بدائية مثل الحضر لأن الوصول إلى التطبيقات ما زال متاحاً ولا يمكن الصيدرة عليه ولا يعد تسريب البيانات أو قرصنتها أمراً مستغرباً في الأوساط المحلية عند معرفة أن الوثائق الرسمية والمعلومات الأمنية والاستخبارية عادة ما تتسرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي ما يدل على ضعف المنظومة الأمنية وتعرضها للاختراق سواء كان رقمياً أم على أرض الواقع كما أن اختراق حواسيب الوزارات ومنها وزارة الداخلية سببه المنظومات البدائية التي تعتمدها الوزارات والدوائر الأمنية كما أن القائمين والعاملين على هذه الحواسيب غير متخصصين بالحفاظ على الأمان الرقمي وبالتوازي مع ضعف الخبرة وضعف السيطرة السيبرانية تكشف تقارير صحفية عن تورط موظفين في شركات الاتصال في العراق بتسريب بيانات العملاء لأطراف مجهولة لما فيه من عائدات مادية مغرية وبدلاً من وضع الحلول الفعالة لمشكلة الاختراق والتسريب توظف أحزاب السلطة قرار حجب تيليجرام سياسياً بتسقيط خصومها لغايات انتخابية فيما تهدد الميليشيات بالتصعيد إذا لم يعد تطبيق تيليجرام للعمل من جديد ترجمة نانسي قنقر